قصتنا النهاردة عن أماني اللي على حسب كلامها مامتها بتعملها بأسوأ غريب عكس معاملتها مع أخوتها أو حتى مع الغريب بتبقى احناينا قوي حكيمة وسند أماني بقى حبت ولد محتر وجي خطوبها مامتها اتسببت إن الخطوب أطبوص تخيالوا فقررت أماني إن هي تهرب من العيشة مع أمها وإنها تتجوز واحد من محافظة تانية بس خلوا بالكم ده بعد تسع سنين أو تقريباً ثمان سنين من فشل الجواز الأولانية بس الاختيار كان سريعاً فكان طبيعياً إنها تتطلق صاح ترجع لبيت باباها ومامتها معها طفل اتعقدت الدنيا بقى بموت والدها لو كان حنين عليها جداً ويعود يهزر معاها ويتكلموا على طول تخيلوا إن ابن أماني بيقولها تتا مش بتحبني لأنها بتعاملوا بأسوأ عكس معاملتها بقى لولاد ابنها حنية وطبطبة عارفين يعني إيه طفل عنده عشر سنين ياخد باله أماني قررت إن هي تهرب خدت ابنها وصفرت محافظة تانية لتاني مار بس بتقول أنا مش قادرة أحب مامتي أو أعيش معاها لفضل من عمرها موضوع ده مدايقها جداً مش عارفة إذا كانت هي صحة ولا غلط معاها إذا كانت ه hiding